السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم وفكرة جديدة مع ايمان الشريف فكرة سهلة وبسيطة وان شاء الله هتعجبكم دي نتيجة السنة الجديدة كل سنة وانتوا طيبين شكلها مش عجبني خالص خالص مش هعلقها طبعا قدم شكلها مش عجبني هحاول غيرها وان شاء الله تبقى احلى وتعجبكم وتعجبني نشوف كده انا هعمل فيها ايه وتقولوا لي رأيكم في الفكرة ازا كانت احلى ولا وهي كرتون كده احلى اول حاجة هبطن النتيجة بسفنج رؤية باخد مقاسها كويس اوي بالزبط واعلم بقلم اي قلم في المسطر علشان السفنج ما يعركش مني وانا بقصه بالشكل ده تمام اوي هقص بقى كده وابقى متطمنة زي ما قلتلكم اهمل من الشغل دايما بقول الكلام ده تزبيت الشغل مهم اوي اوي ان انا دايما شغل يكون مصبوط عشان هتأكد انه كل النتيجة هتبقى شكلها حالو هقص السفنج طبعا وانا مش عارف اشتغره بلوك موجود فانا هشيله شلته بيبقى فيه دبابيس من الدباسة هشيلها ايا كمان كده تمام قط قطة مستلم عليكم لكم ازايكم عاملين ايه تحب دايما تشترك معنا هلزع بقى السفنج بالشمع طبعا انا مساخن المستدس عشان يلزع بسرعة وبسهولة هلزع كويس على وش الكارتون اللي فيه رسومات انا مش عايزها خالص بعد كده هبطنها ده ستان ممكن تبطنوها باي حاجة تعجبكم بس انا حسيت ان الستان هيديها آآ لمعة ظريفة وفي نفس الوقت لونه حلو في بهجة كده وجميل طبعا آآ هلزق بس هشد وانا بلزق عشان ما يبقاش آآ راخي لانه كل ما يبقى مجدود كل ما شاكل السفنج تحت هيبقى حلو طبعا انا بعمل الناحية اللي فوق والناحية اللي قصدها بالزبط وبعد كده الناحية العرض والناحية اللي قصدها علشان اتأكد ان الشدة بتاعتي صح وان القماش ما ملش مني وبقى شكله مش حلو ومش مزبوط بصوا تمام ماشاء الله مزبوطة بالزبط وزي الفل ده استراس بيبقى فيه لمعة كده وشكله ظريف بيبقى بالمتر مش غالي برضو يعني المتر بخمسة ستة جنيه باربعة جنيه حاجة كده هبتدي احدد المساحة اللي انا هلزق عليها انا عايزا يكون على الطرف ولا الجوة شوية وهلزقه بالشكل ده بمسدس الشام انا ليه بدأت من من هنا مش من الاول ولا من الطرف علشان عايزة الاركان بيبقى فيها دوران خفيف وانا عايزة عمله مش عارف عمله لو بدأت منها تمام كده ماشاء الله بقت حلوة جدا جدا بمتعب بساطة مش هتاخد مننا وقت خالص يعني مرابع ساعة هتكوني عملتيها وهتبقى حلوة ان شاء الله هتعجبكم طبعا بتختاري لون البطانة اللي هو يليقى على المكان اللي هتتعلق فيه انا اللون النبيدي هيبقى ماشي عندي وحلو فاخترته بصوا بقى ده اللي انا قصد عليه اللي كان فيها دوران مش هينفع خالص اعمله لما بدأتش من المكان ده قطوة برضو جاية تسلم عليكم اه دي وردات بتباع بالمتر انا كنت اشتغلت معاكو بيها قبل كده مش هلزقها وهي مفروضة لا انا هاسقصها وردات بالشكل ده وهي لونها ابيض هيبقى ماشي مع الدنتين اللي انا عاملاه في الجناب وفي نفس الوقت هيمشي مع لون الساة تاني النبيدي هيبقى عاملين الوان حلوة قوي مع بعض هاسقص كمية من الورد علشان هبدأ الازقها وهبتدي احطها عشوائي بالشكل ده وازقها عشوائي واحدد الاماكن كلها هسيب مكان طبعا للبلوك بتاع النتيجة بالشكل ده واحدد كل الاماكن كلها كده عشوائية تمام طبعا ممكن تحطوها بطريقة تانية مش لازم تبقى عشوائية ممكن تعملوا بأي شكل تاني هبتدي بقى ازق كل واحدة وهي مكانها كده بكمية الشامعة الصغيرة عشان ما يطلعش منها كلهم طبعا هلزقهم بنفس الطريقة بعد ما خلصت عندي فسوس لولي آآ برضو بتباع كمية مع بعضوها كده هورها لكم بعد شوية علبة بتبقى شغالية خالص علبة مليانة كتير كتير بقى خمسة عشر جنيه وبتقعد فترة طويلة قوي كل وردة هحط فيها فس من اللولي شكلها احلى واحلى طبعا بصوا العلبة اهي شفتوها علبة كبيرة يعني بتاخد وقت كتير ما تخلصش بسرعة حبطيت فيهم كلهم فسوس بقى شكلهم احلى طبعا وكده غيرت شكل النتيجة بسرعة وفي دقايق وبقت لايقة على المكان اللي هتتحط فيه وكمان نفسيا كده فيها بهجة اكتر بكتير من شكلها الاولاني آآ هقيس عشان اعمل آآ مكان للعلقة اللي هعلق منها النتيجة لازم اقيس بالضبط عشان ما تميلش مني بعد ما لزقها وده شريط كردون لونه فضي ماشي مع الالوان اللي انا حطها بس تمام هلزق بقى البلوق هاخد المقاس بتاعه عشان يتلزق بالضبط برضو ما يبقاش ميل ولا معموك حط كمية من الناسبة من الشمع وهلزقه كده تمام وكل السنة وانتو طيبين سنة سعيدة عليكم يا رب كده بقت تمام ونتيجة شكلها حل وزي الفل يا رب الفكرة تعجبكم وتنفزوها وتبقى سهلة ويا رب كل الافكار اللي بتشوفوها تعجبكم ما تنسوش لايك وشير وكمان لو مش مشتركين يشرفني اشتركوا في القناة ومشاهدوا الفيديوهاتي وان شاء الله ان شاء الله كل الافكار تعجبكم اشوفكم بخير الفيديو الجاي ان شاء الله مع فكرة جديدة وإلى اللقاء مع السلامة شكراً لكم شكراً لكم شكرا